بدأ وزير الخارجية وشؤون المقتربين دكتور أحمد عواط بن مبارك بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصومال الفيدرالية للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية خلال زيارة محادثات مع المسؤولين الصوماليين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وكان في استقباله بمطار آدم عبدالله الدولي وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي وعدد من الوزراء وعضاء مجلس النواب ورؤساء دائرة الوطن العربي والمراسم في الخارجية الصومالية ورئيس بعثة جامعة الدول العربية وسفير بلادنا في مقديش فضل الحنق وعدد من أعضاء بعثة بلادنا الدبلوماسية